فجر أحد عناصر تنظيم الدولة نفسه مساء أمس الخميس قيل إنه أمير التنظيم في مدينة غازا عنتاب وذلك خلال مداهمة الأمن التركي منزلا يحوي خلية للتنظيم في مدينة عنتاب التركية وأكد والي غازا عنتاب علي يرلي قايا أن فرقا من مكافحة الإرهاب وقوات خاصة تمكنت خلال عملية أمنية من اعتقال عنصر من التنظيم دون وقوع إصابات في صفوفها ولمزيد من التفاصيل معنا عبر سكاي من تركيا الصحفي المتخصص في الشأن التركي عبو الحسو مرحبا بك سيد عبو بداية لو تحدثنا عما حصل بالأمس في ولاية غازا عنتاب الحدودية مع سوريا مرحبا بكم وباستاذ المشاهدين طبعا خلال الأيام الأخيرة في غازا عنتاب كانت هناك حملة أمنية كبيرة تجاه تنظيم الدولة فتم اعتقال أكثر من 60 شخص في مدينة غازا عنتاب ونتيجة التحقيقات مع هؤلاء المشتبهين والمعتقلين تم تحديد مكان خلية إرهابية موجودة في منطقة شهيد كاميل في غازا عنتاب ونتيجة مداهمة هذا الوكر وجد فيه شخصان قيل أن أحدهم هو أمير تنظيم الدولة في غازا عنتاب اسمه يونس دورماز وأخوه علي دورماز فور قدوم العناصر الأمنية فقام بتفجير نفسه بتفجير نفسه وقتل في هذه العملية والقبض على أخوه المشتبه الآخر اسمه علي دورماز علما أن يونس دورماز كان هو المتهم الرئيسي في تخطيط لعملية تفجير أنقرة في شهر تشرين الأول الماضي الذي أسفر عن مقتل مئة شخصين وأيضا يقال بأنه هو الذي أعطى الأوامر لعملية مديرية الأمن في واحد أيار الماضي الذي أدى إلى مقتل شخصين وجرح أكثر من تساطعشر شخص طيب سيد عبو كيف يمكن قراءة هذه العملية خاصة أنها جاءت بعد عدة خروقات أمنية للتنظيم داخل ولاية غازي عينتاب طبعا يمكن قراءة ذلك بأن الأمن القومي التركي بات مهددا من قبل تنظيم الدولة استهداف مؤسسات الدولة استهداف الأماكن المزدحمة فلذلك الدولة التركية قامت بحملات أمنية كبيرة جدا في معظم الولايات التركية خاصة في المولايات الحدودية في غازي عينتاب وأرفا ودياربكر وأنقرة وباقي الولايات التركية فلذلك يمكن قراءة ذلك بأن الأمن التركي أصبح مهددا بشكل كبير وأنتم تذكرون حدوث بعض الاغتيالات في مدينة غازي عينتاب كاغتيال زنين نعم بهذا الصدد سيد عبو هل هناك ربط أو إمكانية لارتباط هذه الحوادث وباقي الولايات وخاصة بعمليات اغتيال الزمين زهر الشرقات؟ طبعا على علم أن هذا الذي فجر نفسه يعتبر أمير التنظيم في مدينة غازي عينتاب بالتأكيد كل العمليات الاغتيالة التي حدثت في المدينة بعلمه وبأمره وبتخطيطه وتنظيمه بالتأكيد فلذلك يعتقد بأن الاعتقال أخو المقتول أمير التنظيم يمكن أن يدلي بمعلومات كذلك الناس الذين اعتقلوا في عينتاب خلال الثلاثة أيام القادمة حتى اليوم صباحا تم مداهمة مزرعة في منطقة قريبة من غازي عينتاب فردوك تم اعتقال تسع أشخاص من جنسيات أجنبية والعصور على كمية كبيرة من جوازات السفر المستندات فإذا القوات الأمنية جادة جدا في قضاء على كل أوكار الإرهابيين واعتقالهم أو قتلهم جميعا إن شاء الله نعم من تركيا الصحفي المتخصص في شأن تركيا أبو الحسو شكرا جزيلا لك شكرا لكم والأستاذ المشاهدين شكرا لكم